إلى ذلك نجحت القوات الحكومية في كسر هجوم لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهداف مواقعها في مدرية عبسة مصدر ميداني أفاد أن مواجهات بمختلف أنواع الأسلحة دارت بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي أثناء صد هجوم الأخير باتجاه مواقع القوات الحكومية شمال عبسة وقال المصدر أن المواجهات أسفرت عن خسائر بشرية تكبدتها ميليشيا الحوثي لافتا إلى أن القوات الحكومية شنت قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وثكنات انطلق منها الحوثيون